عقدت لجنة المناقصات لوحدات المشاريع الممولة خارجيا بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي رئيس اللجنة لمناقشة الطعون المقدمة من بعض الشركات المتقدمة لوثائق المناقصة الخاصة بتجهيز عدد 12 كلية مجتمع بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واطلعت اللجنة على الطعون المقدمة من الشركات وعلى تقرير اللجنة المشكلة من قبل الوزير للنظر في تلك الطعون وأقرت اللجنة إيقاف إجراءات المناقصة وإلغاء وثائقها متضمنة جداول الكميات والمواصفات بصيغتها الحالية وإعداد وثائق جديدة للمناقصة وجداول المواصفات والكميات عبر جهة استشارية مختصة نظرا لمخالفة بعض المواصفات الفنية لبعض المعامل للشروط القانونية الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات